اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للناس التي تبحث عن اه شي عملة يعني تكون يحصد فيها على البح هذه كلها او هذا الكميونيتي اللي كيتحدث على العملة ديال الاتفي اللي غادي يكون عندها واحد المستقبل جيد وكنتوقع كذلك على انني غادي نكون مازال حاضر بش يعني نعطيكم نتائج ديال هذه العملة ان شاء الله فنقوم كذلك بالحديث على اه هنا ya فالمعلومة كذلك هناك يقول لك على ان الاونر اي صاحب المشهور يعني يمكن انه يتحكم في تغيير الطاكس يعني هذا ال النوتيف اللي كيذهب معك على هذه الشاشة هناك اللي كيقول لك كذلك هذا الشيء اللي يمكن كذلك انك يكون يخوف في العملة فنذهب ونتحدث عن الموضوع اللي كي همنا في هاد الحلقة هادي وهي عملة جديدة اخرى اللي هي هاد العملة هادي صراحة واحدة من العملات اللي معروفة يعني ما تجيبش لكم شي عملة اللي ما معروفاش فالعملة السعر ديالا حاليا دي هو سفر فاصلة سفر تلتا ولمشينا الاسواق يعني او الماركس اللي تم الادراج ديالا هناك يعني متواجدة في ممكن شراء ديالا من وهي من العملات اللي متوقع كدلك انا اني غادي نشوف فيها وحد الصعود اهد الا الالت sangat باي اللي ان شاء الله ما زال غادي يكون كدلك عدنا الحديث عنها ومازال غادي ندخل الشراء تكون نقاط الدخول ديال هاد عملاء. مازال كدلك واحد جوجد العملاء اللي غادي اعطيها لكم في اخر هادي الفيديو هده. وبعدما غادي نسير من اه وضع لكم النقاط ديال اه دخول وكدلك الاهداف ديال العملات الاف اصمي وأهدي سوف نمشي والشات معك على الشاشة بعد رسم النقاط الارتداد العملة وكذلك مناطق الضعف وكذلك مناطق القوة الخاصة بهذه العملة فرأيت هنا على ان التأقب على انني سوف نرى في هذه المنطقة واحد الصعود في هذا المستوى بمجرد ان يصل السعر يعني متوقع لانني سوف نرى السعر في هذا المستوى يعني خلال هذا اليوم او خلال الغد يعني سيتم ضرب الهدف او سيتم ملامسة نقلة الدخول لغد نسموها لكم حاليا واللي قد ظهر معك على الشاشة اللي هي 0.03573 هذا هو السعر المتوقع ان يكون سعر الدخول الخاص بالعملة ومتوقع مباشرة بعدها سنشاهد انطلاقة العملة ولا اتوقعني انه سيصل الى المقاومة لو تم الاختراق دياله غادي نشوفه يرتفع السعر الى المستوى اوكي هذا هو المستوى اللي متوقع كذلك والهدف اللي متوقع لاننا غادي نشوفه اللي هو المستوى ديال 0.05 او 0.0563 اللي كدهر معك السعر على الشاشة هنا هذا هو السعر المترقب لكن الحركة اللي انا اتوقع شخصيا هو انه عندما سيصل الى هاد الزون هذي سيعود مرة اخرى لواحد العملية تصحية بعد ذلك سيكون هناك انطلاقة هناك اخبار عدة اخبار ايجابية وفقط ملاحظة صغيرة لو تم اقفال اسفل يعني في خلال الاربع ساعات يعني في الفرين ديال الاربع ساعات لو تم اقفال اسفل المستوى ديال ثلاثة سنت وخمسمائة وسبعة وثلاثين سنشاهد المستوى وترجع الى نقطة الممكن هاد النقطة هذي اللي او هاد السعر او هاد المستوى هذا اللي اوكي غادي نصمون لكم كذلك باش ما تطوقوش فهنايا غادي يكون المستوى ديال السفر ثلاثة سنت ومئتين غادي يكون هو المستوى ديال الانطلاق ان شاء الله على المستويات اللي هادت لكم علياه فهذا ولكن السيناريو الذي اتوقع عنا شخصيا هو هذا المستوى ان يصل الى ثلاثة سنت وخمسمائة وثلاثين وبعدها غادي يعرف واحد الصعود ديال العملة باعتبار يعني على ان هاد المنطقة هي منطقة قوية كمنطقة الدعم فنمشي ونهضو على الاهداف ديال العملة حاليا فيمكن رسم الاهداف يعني ما بين هاد الزون هذا وهذا الزون هادة اللي هو اه ما بين يعني المستوى ديال الاربعة سنت ومئتين واثنين وعشين والاربعة سنت واربعمية وثمانتاش كمناطق دعمه دايما كتكون هنا واحد المرحلة بيعية فهذا الزون هادة اللي ما زال غادي نهضو فما زال كذلك ان شاء الله غادي ندير واحد المتابعة ديال العملة هادة شخصيا لا لا عملة يعني ولا كذلك اللي العملة اللي كان ضال لها ولا احتى عملات بينما العملات الاخرى اللي كانت توقع لاننا غادي ما زال نشوف فيها واحد حركة ايجابية قوية واللي هي عملة ما زال غادي تتافع هاد العملة هادة من بعد النزول القوي ديالها لكن كان اعتقد على ان هادة العملة هادة هي في البداية ديالها وما زال ان شاء الله غادي نشوف في الاتفاع ديالها في المستقبل. هنا كذلك عملة اخرى اللي بغيت نهضر عليها ومازال غادي يكون فيديو خاص على هذه العملة هذه اللي هي عملة هليوم او هات العملة هذه اللي ما زال كذلك غادي نضع لكم واحد حلقة خاصة وهي من العملات الكبيرة عملة متواجدة في في كيو كوين العديد منها المنصات او تقيبا جميع المنصات الكبيرة الالبانك وغيرها من المنصات الكبيرة ستجد فيها هذه العملة كذلك صراحة عملات يمكن ان نشاهد فيها حركات ايجابية بالنسبة للاخبار دي الاتش مي باي لما اعطيكم ان شاء الله واحد الفيديوهات قادمة حول هذه العملة هذه العملة اللي ممكن ان نقول على انها واحد من العملات اللي هي قوية في باينانس ومازال ان شاء الله غادي نشوف فيها واحد حركة اه ايجابية في الفترات القديمة لو شاهدنا احتى في هذا الفيديو اللي كده معك اه يعني اللي كي يهدرنا يعلى انه يعني كيفاش تدير الشارج ديال الفون والعديد من في الموقع الرسمي والعديد من الاخبار واللي من بينها يعني تسهيل العمليات الشراء اه احتى اوكي 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 في فينا واحد الخبر اوكي ديال سبعتاش مصر اوكي اللي هو هذا اوكي غادي نعمل الفرش الباج فتمام اخواني هنايا غادي ناجعل هنايا وغادي نضع على الالشمي اه باي هنايا كي يقول لك يعني انك تدير واحد الشحن ديال الهاتف ديالك يعني من خلال يعني اللي كتشوف معايا في الفيديو لانه غايدخل لها دستور هذا وغايدقوم بعمل يعني الشحن ديال الهاتف دياله يعني من خلال الالشمي باي او باي الالشمي باي اللي احضرنا عليه في هذا الفيديو هدا فتسهيل مدفوعات ديال البيانانس غادي يخلي اه هاد العملة هدي اننا نشوفه فيها واحد الاتفاع بمستوى كبير ان شاء الله في الفترات القادمة اه يعني هذا الشيء غادي خلي واحد المستخدمين يعني عندهم واحد القوة اثناء التنقل حول العالم اضافة الى ذلك على انه يعني غادي سهل عملية الشيء وغادي خلي كذلك اه استعمال يعني باينانس باي وكذلك الالشمي باي اه غادي خليهم يعني في حد اه يعني القوة يعني لا من ناحية الاستثمارات ديال الناس اللي غادي تاجه بالطبع يعني الى هاد العملة فما قلنا الى ودعكم ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله غدا ان شاء الله اللي غادي نديه واحد حلقة خاصة حول الهيليوم كذلك احد العملات اللي قوية ومتواجدة على باينانس ان شاء الله ما زا غادي يكون عندنا فيديوهات اخرى يعني كن معاليكم ومتابعة قناتنا من خلال الشاكيكة وتفعيليك الجهاز كان انا مك هاي السلام عليكم وعحمة الله وبركاته